للأسبوع السابع والعشرين على التوالي تستمر المظاهرات في إسرائيل ضد إصلاحات حكومة نيتنياهو القضائية عشرات آلاف الإسرائيليين خرجوا مرددين شعارات مناهضة للحكومة ما دفع قوات الأمن للتدخل واعتقال عدد منهم تظاهرات تأتي بعد أيام من مصادقة لجنة الدستور بالكنيسة على مشروع قانون يحد من بعض صلاحيات المحكمة العليا فيما يتعلق بإصدار أحكام ضد قرارات الحكومة والوزراء والمسؤولين ومن المقرر أن يطرح مشروع القانون على الجلسة العامة للكنيسة الأسبوع المقبلة للتصويت عليه في ثلاث قراءات ليصبح قانونا نافذا تعديلات قضائية تعتبرها المعارضة الإسرائيلية خطوة خطيرة ستؤثر في استقلال القضاء وستعطي للسياسيين فرصة التدخل في شؤون المحكمة العليا بما يفتح الباب أمام الفساد تواصل الحكومة جرن إلى حالة الفوضى للأسف لا نعرف لا أحد يعرف ماذا سيحدث في إسرائيل هذا الأسبوع لكن من الواضح أن الأمور لن تكون كما كانت وفي يناير الماضي اشتاحت المظاهرات إسرائيل بعد أن أعلنت الحكومة عزمها إجراء تعديلات قضائية تعطي لإتلاف نفوذا حاسما في اختيار القضاء وما زالت الاحتجاجات مستمرة ضد تعديلات نتنياه التي يصفها الشارع الغاضب بأنها خطر حقيقي على الديمقراطية ندى عزيزي تيريتي عربي ترجمة نانسي قنقر